السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي يارب تكونوا في خير وفي احسن حال طبعا يا جماعة كنت هقول لي اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي انا اسفة طبعا ان انا قررت شيركه في القناة والكلام ده انا اسفة احيانا بنسى وبفتكر نفس ان انا ما قلتش فبعيد الكلام تاني فبعتزر معلش حبايب قلبي الكلمة اللي مزعلكو حاضر مش هقولها حاضر حققكو علي دي حاجة الحاجة التانية اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي هعرفكم كده سريعا بالقناة القناة اول معرفتها اول مع امه ادم عملتها لي ان انا بعمل اكل كويس وان القناة هتفرقع يعني الرزق بقى يعني ايه هيصبوا علي صبي يعني على دماعي حمد لله وشكر الله ما هي الشكوى ده ردا على كلامكم او على كلام الستة امه كريم بص الستة امه كريم القناة انا عملتازم بقول لها حضرتك بنت عملتها لي عشان ارتاح من الشغل ويجي ويبقى باب رزق اول ما عملت القناة عشان الاكل يا جماعة القناة ما مشيتش تمام طيب فبدأنا نتكلم وبتاع بعض القنوات قالت لا اعملي روتين مع اكل جيتوا انتوا قلتوا الناس قالوا لا افسلي الاكل الواحد والروتين لوحد بقنا نعمل ده كل يومين تلاتة بنزل وصفة اللي قدر العب فيها اللي ممكن اعملها بتكة جديدة او بشكل جديد او بتكات بسيطة جديدة تمام بعملها طب انا في شغل هنا شغل طوله الاسبوع جماعة هو مكا يعني اكلات بوسيطة زي اي بيت ممكن بسلة نايف نايف مع شوية رز اكيد مش هطلع اعملكوا بسلة نايف نايف في شوية رز اكيد مش هعرف اعملكوا اعملكوا شربة عطس عادي شربة عطس وانحمص شوية تعيش جنبها اكيد انا يعني يعني الناس بتتفرج على الحاجة اللي فيها تكة جديدة او شكل جديد او فيها ابتكار جديد انا زات نفسة لو في حاجة فيها ابتكار جديد او شكل جديد بتتفرج عليه لو هي حاجة ما تكرر تسين تسين مليون مرة اكيد مش هتتفرج عليه امام بقولي ست المكرم برضو بتقولي انت ناس كتير سابت القناة لانك انت بس كل اللي بتعمليه بتخسلي معينه وتتكلمي تخسلي معينه وتتكلمي انا غصبة عني بخسل معينه وتتكلم عشان دي قناة كل يوم انا عايزة اشغلها تشتغل وناس تشاهدون الفيديو بتاع عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي باب رزق منها فهو اسهل حاجة الروتين ان انت تشغل التليفون ويبقى دي يومك بتنظفي بتخسلي بتعملي وطبعا مش هاعد اقولكو انا بعمل البوتاجاز كده لان ده اكيد كلام اهبل انا مش عارف ايه غسلت الحلة دي كده انا مش عارف ايه رتبت الدرج ده كده اكيد انتو زي الفل وعارفين كل حاجة فبقعد عشان يعني انا بقعد اتكلم معاكو وهزر معاكو وسلم وسليكم عشان ما تبقوش زهقنين عشان ما تبقوش زهقنين من القناة وتمام فهي يعني هو يعني اعمل ايه ما اقدرش ان انا اتجول في المكان اللي انا بشتغل فيه ما اقدرش اتجول في المكان اللي انا بشتغل فيه لان انا لتوجه تجولت في قودة نوم او ريسيبشن او بتاع هيقولولي بالسلامة طب ماشي يا موفق المشكلة اقولولي بالسلامة وعودي طبعا انتو ما بتقولوليش كده ده انا بقى انا اللي بقول كده اشتغل على القناة طب انا هشتغل على القناة بصوا يا جماعة طبعا انتوا شايفين ان انا ستة على قدي تمام محتوية هيجي مثلا يعني لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كرامني من خلال القناة ممكن كل شهرين اتحصل لي على الف ونص اللي هو مية دولار كل شهرين تمام هل هل الفلوس دي هتأكل قطة ده مش هتأكل قطة مش هتأكلنا انه تدفع ايجار ومية ونور الحياة اللي انتوا عارفينها طب برضو انا مش باشتكي انا برضو برد على الاسئلة برد على الاسئلة الناس اللي بتقول لي انت بتخسلي موعين على طول وانت مش عارفة بتعملي ايه وانت بصوا يا جماعة دي الظروف اللي انا عايشة فيها ودي حياتي ودي لو انتوا حاسين ان انا بقدم لكم محتوى عجبكم لو انتوا حابيني لو انتوا حابين تتفرجوا على فيديوهاتي لو انتوا حابين تتخشك على قناتي اهلا وسهلا على دماغي من فوق لو انتوا مش حابين براحتكو برضو اهلا وسهلا ما فيش اي مشاكل اللي يا جماعة مش عايز يعني براحتكو ما ضيق يعني براحتكو الرز بتاع ربنا زي ما انا قلت قبل كده يا جماعة الرز بتاع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعثه تمام فانا بس حبيت اوضح فانا اكيد انا لو جيت عملت شوية ملوخية او شوية شربة خضار او بتاع اكيد انت يعني ايه الجديد يعني ما انت بتعمله شربة خضار ودي بتعمل انا لما بحس ان اكلة فيها تكة جديدة بعملها وبقدمها لكم طيب كل يوم بعمل فيديو روتين او غسيل موعين لان انا ما قدرش اخرج برا المطبخ يعني انت لو عند حضرتك واحدة وانت قلت لها ما تعملش ده وعملته هل حضرتك هتستحمليها هتقول لها طلعي بر بس فهي دي الحياة وهو ده ردي انا على اسئلة الاسئلة او ممكن في اسئلة متشابهة تمام الحاجة التانية سبحانك يا رب الحمد لله والشكر لله في يا جماعة ناس بتعمل قنوات وبتطلع يعني تقول ادوني وعملوني سبحان الله بلاقيها في يوم وليلة او في سنة او في سنتين عدت بانضاعة عربية طبعا لا حقد ولا كره ولا اي حاجة لكن الناس اللي بتشتكي وبتتسول وبتعمل ناس ملايين من الناس بتقف جنبها وتبعت لها في دهب وتبعت لها في فلوس وتبعت لها في لبس وتبعت لها قنوات كتير جدا بتعمل تهريج وبتعمل بتاقي طب مش عيب بس انا لو هعمل تهريج وحاجات انا ما عنديش ماء انا اعمل تهريج مع ام ادم وبتاع بس انا فين وهي فين انا بينه 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 ام ادم بينه 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 ادم ساعتين بينه 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 ادم ساعتين هي في منطقة اي مبذاتها كده المنطقة في منطقة عين شمس وانا في منطقة الجيزة اللي من مصر وعارف هيعرف قد ايه المنطقتين بعض عن بعض تمام فلما بنيجي نلاقي فرصة ان احنا نعمل لكم حاجة تخلكوا تبتسموا ما بنتأخرش لما باجي اعمل حاجة في بيتي او اضب حاجة او انضف حاجة او اجدد حاجة او اجيب حاجة جديدة بورها لكم لعل وعاسة مثلا انا بعمل حاجة انت عايزة تعملي حاجة تعرفي مثلا دي سعرها كام وانا عملتها ازاي او كده زي ملايين القنوات بتعمل كده فانا جماعة بقيت قناة مختلفة يعني مرة اكل ومرة اتكلم معاك ومرة اعمل روتين لكن اللي غالب على القناة هو الروتين والحكايات عشان دي قناة لازم كل يوم بنزل فيديو لعل وعاسة ربنا يكرمني من خلالها فيا جماعة يعني مش عارفة والله هقول لكم ايه ده كان يعني دي كانت برد على بعض الاسئلة اللي الناس بتسألها لي وحتة اعملوا لايك ولا ما تعملوش لايك جماعة حققكم علي مش هقول لها تعملوه ولا ما تعملوش اللي انتو عايزينه هتعملوه واللي انتو مش عايزينه مش هتعملوه فبرحتكم وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق باشكركم جدا 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 واشوفكم على خير ان شاء الله وزا ما قلت لكم الفيديو ده انا كنت بتكلم من خلاله انا كده بنضف بطلع الكيس الرملي من الجنبري وحطيت القشر الجنبري يتسلق على النار يتعمل منه مرأة عشان نعمل منه ان شاء الله شربة سيفود تمام حبيت بس اعرفكم وارد على عليكم لان انتو طبعا تهموني وزا ما قلت يا جماعة الفيديو مش شكاوى الفيديو انا برد على الاسئلة ويعني ادعونا لو كنت حاسين ان احنا نستهل الدعوة فادعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته